على صعيد آخر اختتم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة الرياض الروحية السنوية التي أقيمت في الجليل وفي لقاءاته مع الأسقفة والكهن المشاركين أشار الأب أمجد صبارة الفرنسيسكاني كاهن رعية القدس إلى أهمية التعرف على الكتاب المقدس ودور المرشد الروحي في حياتنا الكهنوتية وكيفية بناء علاقات سليمة وكهنوتية علاوة على أهمية التأمل اليومي في حياة الكاهن كما تضمن برنامج الرياض الروحية العديد من اللقاءات والصلوات المختلفة بحسب التقوص الشرقية المختلفة وفي اليوم الأخير من الرياض عقد لقاء جمع الأسقفة مع غبطة الكاردينال بير فاتيسيا بات سبالة للتخطيط لبدء تحضيرات سنة اليوبيل للعام القادم في الأرض المقدسة